اشتركوا في القناة كان فيه الاقتراحات برغبة فيه كثير من أصحاب السعادة النواب طالبين أمور حق المواطنين ولكن كلها تخص الوضع الاقتصادي فأنا أعتقد أن على الوزير المالية هو يطلع ويوضح لنا الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين ويراوي أن الخطة الواضحة خطة قصير المدى وخطة طويل المدى فنحن لازم نعرف ونكون على العلم كمواطنين ونواب أن ما هي الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين الحقيقي إلى اليوم وكيفية الخروج مننا بعدها انتقل المجلس إلى توجيه عدد من الأسئلة الوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حول قرار رفع رسوم السجلات التجارية والخطوات والتسهيلات في جذب الاستثمارات الخارجية اليوم ناقشنا تحت قبة البرنامان موضوع حساس ومهم ويعني شريحة كبيرة من المواطنين صغار ومتوسطي التجار هذا الموضوع هو الموضوع الذي يشغل كثير من أصحاب العمل ألا وهو فصل رسوم السجل التجاري عن الأنشطات التجارية كنا نتمنى من الوزارة أن تراعي في هذا الجانب ما تصب إليه القيادة الرشيدة في مملكة البحرين على رأسها جلالة الملك حفظه الله ورعاه وسموه رئيس وزراء وولي العهد تشجيع القطاع التجاري والاستثماري من خلال دعم الفئة التي تشكل الشريحة الأكبر في هذا القطاع كان السؤال يتعلق بشكل مهم جدا بالذات مع الظروف الاقتصادية التي تمر فيها البلد وهو عن جذب الاستثمارات الأجنبية وما هي الخطوات التي اتخذت الوزارة وما هو العائد وما هي الخطوات المستقبلية كان الجواب مقتضب بالذات الجانب الأول كان واضح جدا وهناك خطوات جدا مشجعة وأرقام أيضا مشجعة لكن بكل أسف ما زال العائد دون الطموح ونتمنى من الوزارة أنها تتخذ خطوات أكثر جدية بحيث تجذب كثير من الاستثمارات وخاص الخليجي منها الجانب الحكومي أشار إلى الخطة التي تتبعها الوزارة بشأن استجلات التجارية وجذب الاستثمارات للمملكة هذه الرسوم تمت بناء على دراسات قامت بها الوزارة وتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر والذي أقرها بالموافقة جزء منها يتعلق باسترداد الخدمات التي تقوم به الوزارة وكما كذلك يطرق الوزير إلى موضوع الخطط الوزارة بالنسبة للإستثمارات وجذب الاستثمارات والتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في جذب الاستثمارات وكذلك تم التطرق إلى الإحصائيات بالنسبة للسجلات التجارية وبأنواعها وبتوزيعها بالنسبة للأنشطة التجارية من جانب آخر ناقش المجلس رد سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتغطيط العمراني حول عدد البيوت المصنفة تحت آي للسقوط ونوعيتها على مستوى المحافظة الجنوبية بشكل عام والدائرة الانتخابية الخامسة بالمحافظة الجنوبية والرد حول تطوير ساحل منطقة البستين حيث قرر المجلس تأجيل المناقشة إلى الجلسة القادمة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين أكد سعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي على عمق العلاقات الثنائية المتميزة البحرينية الفرنسية والقائمة على التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين على الأصعدة كافة جاء ذلك خلال استقبال النائب الأول لرئيس مجلس النواب لوفد جمعية الصداقة الفرنسية البحرينية بمجلس النواب الفرنسي سعيد جدا بزيارة مملكة البحرين ونشيد بالتجربة الديمقراطية في ظل عهد جلالة الملك حمد خاصة التجربة البرلمانية وبهذه المناسبة أحب أن أؤكد على متانة العلاقات البحرينية الفرنسية ونحن في مجلس الشيوخ الفرنسي نحرص كل الحرص على التواصل مع السلطة الشرعية في البحرين وبدورنا نؤكد رفضنا للتدخل الإيراني في الشأن البحريني ونؤكد أيضا على تطور الملف الحقوقي في البحرين وهذا ما لحظناه خلال زيارتنا المتعددة لمملكة البحرين لا شك بأن هذه الزيارة تعتبر من الزيارات المهمة لتبادل الخبرات وجهات النظر كذلك اطلاع الوفد الفرنسي على مستجدات الوضع في مملكة البحرين التجربة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي خطأ خطوات كبيرة خلال الخمسة عشر سنة الماضية